يحمل المعرض والمؤتمر الافريقي الطبي الثاني أهمية كبرى وتأتي هذه الأمية في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي بالقارة الافريقية ويعد المؤتمر فرصة جديدة لتأكيد على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للتعاون مع القارة الافريقية في جميع المجالات تحت شعار وضع أفريقيا كمحور قري لابتقار الصحي والتجارة تأتي استضافة مصر لفعاليات المعرض والمؤتمر الافريقي الطبي الثاني صحة أفريقيا مناسبة جديدة على مدى الاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة المصرية لكل أشكال العلاقة مع القارة السمراء وتأكيد آخر على صدق التوجهات المصرية بدعم ومساندة الأشقاء الأفارقة بمختلف الأشكال والسبل المؤتمر تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا ويحمل أهمية كبرى كونه يأتي في إطار تعميق الرؤية الموحدة على مستوى القطاع الطبي والصحي الخاص بالقارة الأفريقية حيث يحظى بمشارقة عالمية لأكثر من 315 متحدثا دوليا من 70 دولة ضمن أكثر من 1044 متحدثا ونجحت مصر في تتشيني أول منصة أعمال مستدامة خاصة بمناقشة وتطوير القطاع الصحي في قارة أفريقيا عبر تنظيم المؤتمر الطبي الأفريقي والذي يعد نجاحا لكافة أجهزة الدولة المصرية ويمثل المؤتمر فرصة كبرى لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرعاية الصحية وتحرص كبرى الشركات العالمية على المشاركة به لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة بالقطاع الصحي في أفريقيا فعاليات المؤتمر تسلط الضوء على تطورات مبادرات مشروع الجنوم المرجعي المصري والذي يعد العمودة الرئيسية للطب الشخصية كما تتنوع الجلسات المستهدف عقدها خلال المؤتمر والمعارض الطبي الأفريقي الثاني ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وأفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وجلسات متنوعة في عدد من الملفات الطبية الهامة مثل الطب الإشاعي وجراحة الأعصاب وطب العيون هذا ويقدم المؤتمر والمعارض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات ومحاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل تتناول أهم الموضوعات الشائعة بالقطاع